الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السيد الحسن الله إليكم إن أغلب أبنائها بنات تقول وأريد أن أسأل عن حكم تحديد جنس الجنين فما حكم هذه العملية الحمد لله رب العالمين وبعد هذه مسألة جديدة مسألة جديدة في الطب وقد اختلف فيها العلماء المعاصرون ولكن القول الأقرب عندي إن شاء الله أنه لا بأس به إذا روعيت فيه الضوابط الشرعية فإنه لا حرج في تحديد جنس المولود إذا روعيت في ذلك إن شاء الله الضوابط الشرعية وهذا لا يتنافى مع قضاء الله وقدره ولا يتنافى مع قول الله عز وجل يغب لمن يشاء إناثاً ويغب لمن يشاء الذكور فإنه مهما تم تحديد جنس الجنين ذكراً فإن المكتوب عند الله عز وجل هو أن يكون ذكراً وإذا تم التحديد وكان أنثى فإن المكتوب عند الله في سابق القدر إنما هو أنثى فلا يمكن أبداً أن يتعارض نتاج المرأة ذكورةً وأنوثةً في أجنتها مع ما سبق العلم به وكتابته في اللوح المحفوظ لا يمكن أبداً أن يفهم المسلم من أن هذا التحديد يتدخل في قضاء الله وقدره بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن السبب في الأنوثة والذكورية بأن الماء يسبق ويعلو فإذا سبق ماءه أذكرا بإذن الله وإذا سبق ماءه ماءها أذكرا بإذن الله وإذا سبق ماءها ماءه أنثى بإذن الله فإذن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا مفتاحاً وهو لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فأعطانا مفتاحاً وبين لنا العلة والسبب الذي به يكون الولد ذكراً أو تكون به المولودة أنثى فإذا تدخل الطب بحسب ماءه آتاه الله عز وجل من المكتشفات الحديثة والمخترعات التي يخرجها الله عز وجل لعباده فتدخل الطب في شيء من ذلك وجعل ماء هذا يسبق ماء هذه أو ماء هذه يسبق ماء هذا وحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر ذلك تدخلاً في باب الغيب ولا تدخلاً في قضاء الله عز وجل وقدره فكل إنما يولد له ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ فإذا كان في اللوح المحفوظ قد كتب الله ذكراً فسيأتي ذكر سواء تدخل الطب في التحديد أو لم يتدخل وإذا كان المكتوب في اللوح المحفوظ أنه أنثى فسيكون أنثى سواء تدخل الطب في التحديد أو لم يتدخل فلا حرج على المسلمين في أن يطلب شيئاً من زينة الحياة الدنيا ما دام في سبيل المشروع فمن كان أغلب أولاده الذكور وأراد أنثى وعلم أن الطب قد وصلت مخترعاته إلى التحديد وطلب ذلك التحديد فلا حرج عليه أو كان أغلب أولاده إناثاً وأراد أن يكون بعض مواليده أنثى وطلب التحديد فلا بأس بذلك إن شاء الله ولا تضيق ولا حرج ولا ينبغي أن نشدد على الناس في ذلك لسيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطانا المفتاح كما ثبت ذلك في المفتاح في كيفية التذكير والتأنيف وعلّة ذلك وسببه كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة فالأقرب عندي أنه جائز لا بأس به ولأن هذا نوع تداوي والأصل في التداوي الحل والإباحة ولأنه شيء والأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل يحرمها والله أعلم